الوقت الذي كانت فيه الانظار مشدورة الى مباراة منتخب لبنان في كرة القدم في ابو ظبي انهمك رواد مقهى جرون كافي في بيروت بالاعتداء على نجل مفت الجمهورية محمد رشيد قباني راغب قباني من قبل اربعة شبان ترجل من سيارتين احدهما تحمل الرقم 312-520 على جيم وفي التفاصيل بحسب رواية الشيخ قباني ان مسؤول تيار المستقبل في البسطة فاروق القادري توجه الى الطاولة التي يجلس عليها وسأله عن معرفته به والسرعان ما بدر الى لكمه فتطور الاشكال الى عراك بالايدي ومقتنيات المطعم قبل ان ينسحب الشبان الاربعة الى الخارج وقال قباني ان الشبان حاولوا اشاحة النظر عن هويتهم السياسية عبر ترديدهم شعارات ضد المفتي وانهم تابعون لحركة امل لكن احد رواد المقهى تعرف الى هويتهم فادركوا ذلك مسارعين الى تقديم شكوى في فصيلة الرمل البيضاء التي اوقفت اثنين منهم على ذمة التحقيق هما فاروق القادري ووليد الكردي دار الفتوى من جهته وجه اكثر من سؤال بطعم الاتهام نحن نضع القضية بيد القضاء وبيد القوى الامنية وخاصة الجيش لان ما حدث اليوم يمس مباشرة الامن القوي وماذا تقول الرئيس سعد الحرير؟ يعني الشيخ سعد اصيل والشيخ سعد يبحث عن الحق عن من قتل الشهيد رفيق الحريري اقول له فلتكن الحقيقة واحدة والتصرف في اطار الحقيقة واحدة واضاف الشيخ خليفة انهم سينتظرون نتائج التحقيقات حتى تكون الاجابات اكثر وضوحا على الجهة التي تقف خلف الحادث ترجمة نانسي قنقر